لكن قبل كل شيء لابد أن نتقدم بخالص العزاء في رحيل واحد من أساتذة هذه المهنة مهنة الصحافة، مهنة التقديم التلفزيوني الأستاذ مفيد فوزي الأستاذ مفيد فوزي صاحب القلم الرشيق والمحاور الخاص نوعية خاصة جدا من المحاورين اللي خطوا علامة كبيرة كانت الأعدة مع الأستاذ مفيد دايما ممتعة رفقت الأستاذ مفيد في أكتر من سفرة والتقنة في مؤتمرات كتير وقعدت معاه كتير وسمعت من هذا الرجل بملاحظاته ولكن هو كعادة الأساتذة كان يحب أن يسأل وهذه المهنة هي مهنة السؤال وهو كان من أفضل الناس اللي ممكن يسأله ولما يقعد معاك يقولك تب تعتقد اللي بيحصل ده بيحصل ليه تب شايفه إزاي تسعة وتمانين سنة أنا أعتقد أن هذا الرجل لم يرتح يوما كان عاشقا لهذه المهنة لشان كده أنا بنعز نفسنا وبنعز هذه المهنة في فقدان رائد وأستاذ من أستاذتها أي شخص حتى لو كان اختلف مع الراحل مفيد فوزي في وقت من الأوقات إلا أنه كان بيكون ليه كل الاحترام لأنه بالفعل كان محاور من طراز رفيعة حتى وإحنا كلنا بنردد الجمل بتاعته تسمح لي أسألك أو أحرجك أكيد كل سؤال كان بيسأله مفيد فوزي كان بيخطر على بال حد لأي حد من الناس اللي بيحاوروا في النهاية عايزين نقول أن ربما طرح القامة إعلامية كبيرة هتفضل فيه في نفسنا ليها اشتياء ولحورتها لكن حيبقى ما صنعوا هذا الراحل سواء كان للإذاعة المصرية أو للإذاعات العربية أو للتلفزيون المصري بحديث المدينة الذي لم ينقطع أبدا طول رحلته سواء كان مع السياسيين أو الفنانين أو الناس البسطة في الشارع الله يرحمه وبنقدم طبعا هنا أسرة حديث القاهرة وأسرة القاهرة والناس عزقنا لأسرته كاملة وكل أصدقاء وكل محبي والبنت وزميلتنا العزيزة العزيزة جدا حنان حنان مرتبطة بولدها جدا جدا فبنقدم لها خالص العزاء